أنا بنتي عندها 19 سنة متقدم لها ولدي أم متقدم لها ولد عنده 23 سنة نفس تعلمها أخلاقه عالية متربي وأهل وناس ممتازين بس هو هادي وده مش عاجب بنتي عايزة واحد روش مع العلم أنه بيحبها جدا وهي مترددة واحد روش والولد بصراحة ما يترفتش أنا عارفة أنا عارفة وعارفة أهله لأننا أصدقاء من زمان وعملت أعداد كتير عشان يقعدوا مع بعض ورأيها يتغير برضو مفيش فايدة أعمل إيه أخصب عليها ولا أسيبها براحتها الولد مستقبله كويس جدا هل في طريقة أقناعها غير الغزب أنا جديدة معاها وممكن أخصبها عشان مصلحتها هي بنتي الوحيدة ونفسي أطمن عليها أولا حضرتك بنتك عندها 19 سنة 19 سنة ليه ليه فين حياتها ليه عايز تسرقي منها أحلى سنين عمرها ليه عايز تخدي منها مستقبلها ما تسيبيها تركز تخلص جامعيتها وتشتغل وتعمل مستقبل وتبقى ست مستقلة وبعدين تتجوز بعد خمس ست سبع سنين هيجرأيه ليه أنت بجد أنت هتسرقي عمرها وعلى فكرة أنت لو خصبتها أنت اللي هتولاني في كل خناء وفي كل زعنة ولو حصل وما بقتش سعيدة ولو حصل وحصلت أنها اتجوزت جوازة مجبرة عليها ولو حصل خلافات دايما هتشاور عليك وتقولك أنت السبب أنت اللي قضتي علي أنت اللي تعستيني أنت بتقولي أنت شاف أنه إنسان كويس جدا ومناسب لها الحاجات دي ما بتتقيمش كده متقيمش أنه عيلته كويسة وأنه مركزه كويس وأنه بيشتغل كويس ما بتتقيمش آه دي حاجات مهمة إحنا ما قلناش إنها حاجات مش مهمة وإنتي عارفة تربيته وعارفة البيت اللي طلع منه كل حاجة على راسي من فوق لكن ده مش معناه أن أنت تكبري بنتك اللي عندها 19 سنة إنها تتجوز واحد ما بتحبوش وهي لسه أساسا ما اكتملتش نمو مخها ما اكتملش نمو المخ ليه بيسموه سن الرجد ليه 21 سنة ده بيسموه سن الرجد لأن فيه مناطق في المخ ما بتكتملش غير والبني آدم عنده 21 سنة إنتي ليه عايزة تجوزيها وعي صغيرة كده حرام عليكي إنتي الغلطانة قوي تخسب يعنيها وبعدين جريبة جدا إنها تبقى بنتك الوحيدة ومعايشها في الجحيم ده معايشها في الضغط ده يعني يعني وبعدين ليه مهووسة بفكرة الجواز إنتي خايفة إنها يتعنس ملوش تفسير تاني 17 سنة خايفة مستخسرة العريس مستخسرة العريس لهي ما اقتنعيتش فيه وخايفة بنتك تكبر وما يجي لهاش فرصة جواز كويسة نفسي نبطل نعيش ونعيش ولادنا في حالة الضغط دي وفي حالة الاستعجال وإحنا لازم نتجوز قبل سن كذا ولازم نلحق العريس الفلاني ولازم نتخلم في سن العلاني 19 سنة دي لسه فولة جامعة ولا فتانية جامعة ولازم نخاوي البنت ولازم نجيب أكتر من عيل ولازم نربط الرجالة بجاب مش لازم في المواضيع كلها نفسي مش عارفة انت هنبطل يعني بنعيش مضغوطين احنا وعيالنا بص إلا النقطة دي إنها يعني لو الولد هايل يعني تديها فرصة تقتنع ما اقتنعيتش خلاص موضوع انتا موضوع انتا فيش سيطرة في الحاجات دي يمكن ده موتقيل على قلبها يعني حرام عليك يعني حرام عليك يتعيش مع حدها بتحبوش يا صعبة أو يتفي عليهم باب يعني حرام عليك عارفة انت لو سبتيها بلك انت بقى أه سيبيها ولي خلاص يا حبي لو انت مش عايزة براحتك بصي بقى عتبعت لنا رسالة بعد شهرين ثلاثة وتقول وقعت في دبادي انت ضغطك اللي ضغطة عليها ده مخليها عنها وممكن لأ وممكن لأ وده مش معلقة طبعا مستقبالها ده نصيب يمكن ربنا شايلها حاجة تانية أحسن سيبيها تخلص جمعيتها وتشتغل أرجوكي جواز بالذات لازم هي تبقى مرتاحة وبتحب ما ينفعش انها تجوزيها واحد ما تحبوش حرام عملتها فيي انا امي زمانا الله يرحمها عملت فيكي ايه اه الله اه الله انا اللي عملتها فيه اه الله كتعايزت انا اللي عملتها فيه اه كتعايزة بقى شخصية مناسبة كدامة ودكتور وشا وضغطة ضغطة 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 مبقيتش فهمة هو في ايه طب يعني كنت صغيرة في السن يعني اه مثلا واحد وعشرين سنة ولا حي لا اصغر اصغر لا تسعتاشر بردو وبعدين عملت ايه بقى فيه يعني في يوم من الايام يعني الله يرحمه طب يعني امو لو حكبك اوي كده متتجوزينتي يعني سيبهول انا بلاش انا متتجوزين يعني انا طبعا اعمل ايه يعني لو حكبك اوي كده انا متتجوزينت يا رحمة الله علي والدي طبعا كان متوفي بنقولي عندي تترشرة سنة طبعا كان جير لائق ان انا اقولها كده يا حاجة مش مؤدبة بس بس انتي بتتغطي ساعات بتضطر يتقولي كلام كده طبعا من النوعية دي طبعا لا بس يعني ضغطت علي كتير الحقيقة انا استجبت للضغط بس رجعت تاني انتصرت لنفسي اه بجاعة استسلمتي فلح